بعد أن كان السؤال هل ستكون هناك عقوبة اقتصادية مؤثرة على العراق أصبح السؤال كيف سيكون شكلها بعد أن باتت بحكم المؤكدة واشنطن تفرض ضغوطا جديدة فيما تفقد بغداد المزيد من أوراقها أو ما تبقى منها وآخرها إيقاف شركة ويسترن يونيون العالمية لخدمتها الخاصة بالحوالات الصادرة من العراق عقب تقليل الفيدرالي الأميركي تعزيز أرصيدة الشركة بحسب مصادر مطلعة تطور سيترك أثرا سريعا على حركة التجارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما أن سعر صرف الدولار ليكون بعيدا عن تأثيرات إيقاف خدمة ويسترن يونيون وعلى الرغم من الزيارة غير المعلنة لمحافظ البنك المركزي العراقي إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الفيدرالي والخزانة الأميركية في بحث ملفين رئيسيين أولهما الالتزامات الخاصة بالمصارف المحرومة من الدولار وثانيهما قراروا وقف العراق التعامل باليوان الصيني مراقبون قللوا من أهمية الزيارة التي جاءت بعد قرابة الشهر من زيارة السودان لواشنطن ويرون أن الاقتصاد مقبل على هزات أكبر ودعوات وزير الخارجي العراقي الأخيرة من واشنطن بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على 32 مصرفا لن تأتي أكلها في ظل معلومات تؤكد أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات أقسى على مصارف عراقية لا تزال تعمل على تهريب الدولار لإيران وواشنطن تضبط الوقت على ساعتها لا ساعة بغداد وظواحيها